تقرير الذي يقدم أدلة على ارتباط المتمردين التوارق في شمال مالي بتنظيم القاعدة التقرير أعدته لجنة التحقيق الحكومية حول الهجوم الذي تعرضت له مدينة أجل هوك أواخر الشهر الماضي من جانب المتمردين في الحركة الوطنية لتحرير الأزود اللجنة اعتمدت في تقريرها على مجمعته من أدلة وأقوال شهود عيان وصور التقطت بالهواتف المحمولة لعشرات العسكريين الذين قيدوا وقتلوا رميا بالرصاص طريقة القتل ومظهر المقاتلين والخطب السلفية عناصر تثبت برأي اللجنة مشاركة القاعدة في المعارك الأمر الذي نفته حركة المتمردين أما القاعدة فلم يصدر عنها أي نفي أو تعقيب